المجازر لم تتوقف يوماً تلو الآخر، ففي الشمال والوسط والجنوب لم يسلم مكان في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هنا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتحديداً في مدرسة تابعة لوكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تؤي نازحين، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة حيث استهدف سلاسة فصول داخل المدرسة، مما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات. وفي تبرير للاحتلال قال إن تنفيذ تلك الضربة المميتة على المدرسة لأنها تؤي مجمعاً لحركة حماس على حد زعمه. وقبيل تلك الضربة استقبل المستشفى ما لا يقل عن سبعين شهيداً وأكثر من سلاسمائة جريحة، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط غزة. تلك المجازر لم تكن الأولى للاحتلال، بل إنها فصل جديد، فالمجازر عمت البشر والحجر، وضرب الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية المنازل والبنايات والمدارس، إضافة إلى المستشفيات والمساجد والكنائس والشوارع، وحتى مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن تسوية أحياء كاملة بالأرض، وخروج سكانها من تحت الأنقاض محمولين على الأكتاف، أو تركوا تحت الأنقاض لنقص طواقم الإنقاذ والإجلاء. وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، فحرم المصابون من العلاج، والمرضى من الدواء، والجوع من الغذاء، والأطفال من أماكن الفرح، ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة، مع غياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه الصالحة للشرب، وفقدان المأوى.